منذ أن وقعت سوريا وإيران اتفاقية أتاحت لطهران أن تتولى قيادة الدفاعات الجوية السورية في مطلع الشهر الجاري والضربات الإسرائيلية للمواقع العسكرية الإيرانية لم تتوقف الرسالة من ذلك قالت لدماشق وطهران أن تلك الاتفاقية لا تساوي قيمة الحبر ولا الورق مساء الجمعة تجددت الرسالة نفسها بعدة غارات شنتها مروحيات حربية إسرائيلية ضد مواقع تابعة للجيش السوري قالت إسرائيل أنه رد على إطلاق نار باتجاه هضبة الجولان المحتلة في وقت سابق من اليوم نفسه الجيش الإسرائيلي قال في بيان إن الغارات استهدفت مراكز تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخباراتي المصادر الرسمية السورية قالت إن طائرات مروحية إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في القنيطرة بجنوب غرب سوريا بصواريخ موجهة مضادة للدبابات ما أدى إلى إصابة عنصرين بجراح طفيفة وفي السابق كانت سوريا كلما تعرضت لعدوان إسرائيلي جديد تقول إنها سترد في الزمان والمكان المناسبين ولكنها لم تعد تكرر هذه العبارة منذ أن تولت إيران سلطة الدفاع في سوريا في إشارة إلى أن الرد أصبح ميؤوسا منه الهجوم الإسرائيلي الجديد أعقب إطلاق نار محدود باتجاه الجولان وهذا بدوره أعقب غارة إسرائيلية استهدفت أحد قيادي حزب الله في دمشق وتلك أعقبت غارة أخرى سعت الدفاعات الجوية الإيرانية في دمشق أن تتصدى لها دون جدوى الشيء الملفت هو أن الهجوم الإسرائيلي الجديد جاء في خضم زيارة يقوم بها رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك مايلي إلى إسرائيل حيث التقى رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو وقاد عسكريين وكان موضوع مواجهة إيران في المنطقة هو حجر الزاوية في المحادثات الشاغل الذي يصعب حتى الحديث عنه في سوريا هو أن وجود قوات إيرانية في سوريا جعلها أضعف وتعجز حتى عن التمني بأنها ستكون قادرة على الرد يوما ما اشتركوا في القناة